الناس قالك في التكميم وتحويل المسار انتشر جدا عندنا دكاترة كتير كان لها صديقة عايشة في امريكا راحت حسة انها مليانة شوية وراحت عشان تعمل العملية وانت عارف ان فيش حد يعرف يعمل عملية بده الموافقة برا رفضوا تماما وقالوا لها ان حالتك ما تستدعيش ده انت محتاجة تنظيم غذائي لكن الحالات دي ما بتتعملش غير ظروف مرضية خاصة هنا اي حد بيروح لدكتور لبعض انت كترة عشان ما عمامش يلاقيه زيادة شو يقول له انا هعمل لك مش عارف ربط ايه ده انا هعمل لك تحويل المسار وابقى رجعك تاني ده انا هعمل لك تكميم وتبقى عظيم هل احنا ده اسلوب خاطئ في العلاج لا هو التكميم قد ينقذ حياة بعض الناس اللي بتعاني بعض الحالات طبعا قد ينقذ حياتهم فعلا لان هم لو ما عملوش التكميم حياتهم بتبقى معرضة للخطر نتيجة مضاعفات مرض السم ولكن في مراحل لازم يمر بيها المريض قبل ما يوصل للتكميم التكميم قمة الهرم يعني اخر ستاب او خطوة بعملها مع مريض السم قبلها بقى هل عملنا حاجة اسمها intensive behavioral therapy او عدلنا سلوك ونمط حياة هذا الشخص بحيث ان احنا خلاص جبنا اخر وهو حاول كل المحاولات وبعدها تدخلنا بعلاج دوائي وبرضو مستجبش ليه وبعدها ابتدينا نعمل التكميم القرار النهائي للتكميم برا مصر هيبقى لثلاث اشخاص دكتور التغذية اللي بيتابع الشخص ده دكتور البطنة خصوصا تخصص الغضط السماء طبعا ودكتور النفسية والعصبية عشان يشوف هذا الشخص مستعد ليه العملية والتحول في حياته اللي هيحصل ولا لأ طبعا مع الجراح اللي هو بيعمل العملية ما ينفعش الجراح لوحده ياخد القرار في جراحين دميرهم صحي جدا انا لسه جايلي النهاردة في العادة واحدة بتقول لي مرضاش يدخلني عمل تكميم اللي كنت هعمل عشان عندي ارتجاع وقرح في المعدة فهو حسبها لأن المريض هتتضر وده اخلاقيا ما ينفعش فللأسف هو هنا الموضوع بيبقى بيزد مليا في المية على اخلاقيات وضمير الدكتور لسه ما عندناش السيستم او زي ما بنقول كده الحاجة اللي لازم نمشي عليها كخطوات متسلسلة كده عشان نوصل يعمل الشخص ده تكميم ولا لأ حالات التكميم فيها ارتداد بنسبة مش قليلة صحيح 40% ارتداد حتى لو ما كانش للوزن كله بس بعد انت ممريت بكل ده وغيرت في الخلقة بتاعت المعدة بتاعتك حصل ارتداد نتيجة مثلا انت لما دخلت التكميم كنت سويت ايتر بتموت في الحلويات وانا دخلتك فده ده غلط اكبر غلط لانه سهل جدا تاكل حلويات بعد ما صغرت المعدة فهو اختيار المريض ولازم يمر زي ما قلت الحضرتك بالبراح الكتير هو ده اللي بيحصل برا هو ليه برا ما ينفعش لانه اللي بيصرف على التكميم مين التأمين الصحي فانا مش حديك اجازة الا لو حضرتك كنت الحالة تستحق بالفعل هنا الموضوع ماشي شوية private sector او نحية القطاع الخاص فالموضوع ما فيوش في الفترة الاخيرة انتشرت حكاية بلونة المعدة وتستطيع ان تفعلها والله دي من زمان والله يا أستاذ خيري هو الظهر الحاجة بتطلع ترندات في الناس بتنباهر بلونة المعدة دي مجرد ان انا بدخل تخيل معايا كده في المعدة عند حضرتك كيس وبملاه سلكون مثلا الكيس ده اللي انا مليته سلكون هيقلل من ساعة المعدة بتاعتك المعدة مثلا الساعة بتاعتها كانت مثلا 330 مل دلوقتي بقيت ايه 100 ملي او 120 مثلا فده هيخلي حضرتك تاكل اقل في الفترة اللي انت المعدة او البلونة دي جوه المعدة طب بعد ما تشيلها طب اثناء ما انت حطتها هل حتتحمل المضعفات او الاعراض الجنابية ليها طب ايه البلونة المعدة اللي في البيت دي الياف اه ترين ديت انا هجيب الياف زي القشور السيلية محطها في مياه وحضرتك تاخدها قبل الاكل هتتجمد في بطة اه وتقلل الساعة لكن هل المعدة هتقدر تخدمها تتعامل معها ازاي تستحمل ايه تأصل يعني هي المفروض ان هي المعدة لو الالياف دي طبيعية وكويسة هتقدر تتعامل معها ولكنها ليست بلونة بالمفهوم اللي بيروج ليه وده حاجة مؤقتة حاجة مؤقتة بتبقى مع الوجبة اللي حضرتك بتقولها فهو اللعب بقى على زي ما قلت لحضرتك حاجة الناس طبعا ومرض الناس مرض الناس هي دي حاجة الناس احنا عايزين بقى ننشر الميديا لاترسي عن طريق حضرتك المحوى امية الناس من خلال الاعلام في حتة الدايت وحتة التغذية انه مش اي حد يكلمك عن التغذية مش اي حد لازم يبقى حد متخصص حالك قلت ديبلومات من عنات مفيش حاجة اسمها ديبلومات من عنات يعني من فعش ان انا ابقى مش واخد التخصص زي دستورة من عنات الدارب ده كل مفيش حاجة اسمها كده وانا لما اقول حاجة قد او غريبة او غير فطرية شك فيه وحاجة تانية لو انا طلعت قلت قاعدة عم انتهى للناس كلها شك فيه برضو شك فيه طب انا هخليك اتعممي طب اتفضل قلتلك لو المشاهدين بتاعنا بيدوروا هو ايه اللي يجاء يا اوي ينطشط جهاز المناعة سواء من الاغذية او البيتامينات احنا امتى اخد فيتامينات هل البيتامينات في اطلاقها مفيدة اه ولا الاستخدام او الحصول على البيتامينات او المعادن من الاغذية اهم ونقدر نعمل ده طيب الموضوع يتعلق بحالة حضرتك دلوقتي انا لو حالة حضرتك دلوقتي تاغذويا وعملتلك تحاليلك ولاقيتك زي الفل ومعندكش اي مشكلة حضرتك مش هتحتاج بيتامينات ايه مجرد انك تعتمد على الغذاء وتنوعه واهم غذاء تاخده هو الغذاء الملون ايه اللي مليان الوان والبروتين سبع الوان ده اه والبروتين ايه اهم حاجة البروتين اللي في الفول البروتين اللي في كل حاجة او انا قلت للمصريين ما تاكلوش بروتين الفول والبروتين اللي موجود فيه قلبه قول ايه هيكلوا ايه ما هو فيه قطاع كبير من الناس بتعتمد على هذا النوع من البروتين فاكلوهم فانا عملت ايه منعت مصدر بروتين هام للناس دي هيخشوا حاجة اسمها ماصل ويستنج او بروتين انرجي مالنيتوشن سوق تغذية ممكن يحصل تكسير للعضل صحتهم هتروح في دهية ومنها الى الامراض والمناعة القليلة المناعة دي انسج عبارة عن بروتينات معادن فيتامينات حضرتك لازم صحتك وعضلاتك تبقى كويسة وبعدها ابتدي يألجأ للبيتامينات اللي نقصة عند حضرتك حضرتك مش لازم تاخد فيتامين سي ممكن تاخد بورتقانتين حضرتك مش لازم تاخد مالتي فيتامين الا لو كانت صحتك فيها مشكلة لو عندك نقص بنعوده خلاص طيب نيجي بقى للمفهوم انه انا مناعتي ضعيفة وانا وزني زيد دي مشكلة كبيرة جدا وظهرت جدا اهم الكورونا اهم الكورونا ايه اللي حصل كانت المضعفات بتاعت الكورونا تظهر جدا عند مرضى السمنة لانه حالة مريض السمنة نتيجة وجود دهون الزيادة المناعة بتاعته بتبقى قليلة بيبقى فيه أو دلالة التهاب عالية جدا عنده فبالتالي ما بيقدرش يقاوم المرض زي الانسان المناعة بتاعته او الدهون بتاعته اقل فمنعته افضل فهي مناعة الاول صحتك تبقى كويسة اعمل تحليلي اشوف حضرتك محتاج ايه شكل يومك في الاكل عامل ازاي قبل النصيحة قبل ما اقولك خد كذا عشان منعك وده معنان لازم اجيلك العيادة ده عدد تتنور ربنا يفعليك تنور لا احنا هنجيبك عيادة المحور يا ما واحستأذنك وحدبسك واحنا على الهواء تحت امر استأذنك تكوني معانا يوم لحد الجاي ليلة رمضان عشان نكلم الناس تعالوا نعمل تلاتين يوم كده محتاجين في يوم ايه هنبقى ازاي ازاي ما نتعبش في الصيام مريض السكر يعمل ايه وياكل ايه اللي حيساعده يعني نستغل نستغل علمك شوية تحت قابلك يوسف خير يبقى احنا يوم الحد معانا الدكتورة نيلي شمس ان شاء الله وبإذن الله في رمضان شوف التدبيس هتكون معانا يوم في الاسبوع نراجع اللي كانناه واللي تقنت شوية واللي كان كنافة كتير والدخلة الصعبة وننظم نفسنا طول الشهر مع الدكتورة نيلي شمس في فقرتنا الاسبوعية ان شاء الله ايه رأيك في التدبيسة دي شكرا والله يفسد صغير لا مشارك لينا دكتورة يعني انا اتفرجت على كتير من فيديوهاتك وشوفت قد انتي محترمة في علمك بتحترم اللي بتكلميهم ملتزمة بأدبيات المهمة وده أشياء بنفتقدها شكرا جزيلا فإذن لم نحتفي بمتلك نحتفي بمنك شكرا شكرا ربني خليك شكرا جزيلا شكرا جزيلا